وينضموا إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس جريدة الشروق بعد التحية أستاذ عماد الدين حسين أهمية وجود وإنشاء مثل هذه المدينة الصناعية الغذائية الكبيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطبيعة الحال هو مشروع في غاية الأهمية لسبب بسيط جميع مصرين تقريبا الآن وقبل ذلك وبعد ذلك يتحدثون طور الوقت التصنيح هو بوابة التقدم وبوابة الخروج من العديد من المشاكل وتوفير السلع وتقليل الواردات وزيادة التقدرات وتوفير المواد الأساسية خصوصا إذا كان الأمر يتعلق به الوجبات المدرسية لطلاب مصريين من الابتداء إلى السنو فبالثاني لما يكون عند مصنع بينتج هذه الكميات اللي اسمعنا عنها النهاردة كما تفضل السادة المسؤولون وشرحوها فمعنى ذلك أننا نصد صغرة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع الحيوي أو الشديد الحيوية الأمن الغذائي يعني الصناعة مهمة لكن أنا أظن أحد أهم يعني جوانبها هو الأمن الغذائي أننا يحب عندي القدرة على توفية كل ما يتعلق به السلعة الغذائية خصوصا ما يهم الوجب المدرسية اللي احنا نفهم دلوقت أن أكثر من 13 مليون أظن طالب بيستفيدوا منها وبعد دخول المرحلة الثانية للإنتاج أنا أظن أهب فيه قدرة على التوسع أكثر فيه ليست فقط في وجبات الأسفال ولكن أيضا فيه توفير بعض السلع الأساسية للأسواق حتى يتم ضبط أسعارها أو تكون أسعارها متوازنة وفيه متناول أكبر عدد من المواطنين وهذا ما تحدث عنه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوافر منطقة كبيرة أو أراضي كبيرة مزروعة بالفول الصوية سوف تخدم في زيادة الناتج المحلي من الزيت كسلعة أساسية السياق الذي تحدث فيه السيد الرئيس وقبله وزير التوين هو أن مصر تستورت أكثر من 95 إلى 97% من احتياجاتها من الزيت وده أمر شديد الخطورة لأي دولة لأنه نحن لا نستطيع أن نتحكم في الأسواق العالمية حينما نجمت الحرب وحينما ظهرت كورونا كانت هناك مشكلة في ثلاثة الإندادات وإغلاق في الدول كثيرة وحينما اندلعت في الأزمة الإقرانية الروسية شهدنا إغلاق شبه كامل للمواني الروسية وكما نعلم أو المواني الإقرانية آتف في البحر الأسور وكما نعلم مصر تستورد الزيوت جزء منها من هذين البلدين كما تستورد الحبوب أيضا وكما حتى الزيحين جزء كبير من الزيحين يأتون من هتين الدولتين وبالتالي قفزت أسعار الزيوت بشكل كبير جدا لأننا لا ننتجد معظم ما نستهلكها وبالتالي كلما كنا قادرين على تقليل حجم كمية الاستيراد كلما كان ذلك أفضل مثلا معناها أن أرضا عندنا 250 فدان بفرصية مرشحين هيدرعوا مرشحين يزيدوا إلى نصف مليون فدان وبالتالي ده ممكن يقلل من فاتورة يعني بدلا ما تستورد مثلا 97 فدان لو نزلنا 90 فدان بفرصية كما حالة أولا مثلا وكذا مش يبقى عندنا نفس الأزمات لما يقف فيه أزمات دولية نحن من الخطر الشديد أن نكون مضطرين من الاعتماد على أخير في هذا الشكل وبالتالي النهاردة الكلام اللي تمعناه حينما يتم تطبيقها على أرض الواقع إن شاء الله ستكون الأمور أفضل كثيرة أستاذ عمد برأيك هل تعد مدينة سايل فودز للصناعات الغذائية إضافة حقيقية للقدرات الانتاجية في الدولة المصرية يا فانجم حضرتك أقول حضرتك حاجة لو فيه مصنع واحد بيوفر بيشغل خمس عاملين بينتجوا أي حجم من السلع فهو أداف مصنحة وطنية وقومية فما بالت بمصنع بمرحلتين بنتكلم عنه أنه بيحل مشكلة 18% من الوجبات المدرسية ويعطي الأسواق كمية أخرى هذا أمر شديد الأهمية لما كمان خصوصا أنه قومي مشروع قوم البيض 18% يعني حوالي 5 عدد السلاليين بيتلقوا وجبات مدرسية من هذا المكان دي مسألة تهم الأمن الصحي والأمن القومي وتجعل الصلبة تحارب التقزم وتقول مناعة ويجعل عندك مجتمع صحي وبالتالي هتقللي الفايدة الأساسية ليه مثل هذا النوع من الوجبات مش بس في الصح العام لا تستثير في الصح على مدى بعيد مش هجبه محتاجة لما بعد اتفاق على الصح أكثر كلما كان لدي سلامين بيتلقوا تغذية فجرسية عندهم مناعة وعندهم صحة كويتة هذا أحد أفضل المعلمة من القومي حقيقة المدينة تتبع أعلى المعايير المتبع عالمين في إنتاج المواد الغذائية من هذه المصانع جميعا كيف ترى ذلك ومن وجهة نظرك كيف تقدم هذه المعايير السوق المحلية وأيضا المواد التي سوف يتم تصدرها إلى الخارج طبعا بطبيعة الحالة أنا لست خبيرا في مسألة صلامة الأعزاء لكن استمعت بعناية لأستاذ الفضل الرئيس النهاية القومية لصلامة الأعزاء الذي تحدث اليوم في القاعة في سيل فوز وأتحدث عن أن هناك تطبيق لأفضل الممارسات العالمية وفضل الإجراءات والقواعد المتبعة عالميا وده شيء في غاية الأهمية لأنه يعني يصعب تطور أنه ممكن يبقى فيه تخزيها وأكله وبالتعامل مع ملايين الصلاب ولقدر الله ممكن يبقى فيها حاجة كده أو كده المدينة سيل فوز تستهدف تحقيق التكامل مع المجمع الصناعي في أها واتفينة كيف رأيت هذه الفكرة اليوم سمعنا هذا الأمر في الشرح التفصيلي وهنما كنا في جولة تفخزية مع السيد الرئيس داخل سيل فوز مررنا على المناطق التي تتقوم فيها هذا المجمع الصناعي الكبير ونعلم أن قهوة كنيا كانت صحوح عظيمة للأمن الغذائي في مصر جرى لها ما جرى في العفوض الماضية لكن الآن نحن بصدد عادة إحياء هذا المشروع العظيم وعادة تعظيم وتطويره على أعلى المستويات أظن أيضا شيء ما يصفل حيز الإنساك جزء مهم وفجوة مهمة جدا في الأمن الغذائي في مصر توافر مثل هذه المدن الصناعية الكبيرة بهذا الحجم على هذه المساحة كيف يخدم الشباب وأيضا في حال مشكلة البطالة حضرتك الدولة بتعمل جزء مهم في المصانع في المشروعات القومية بطبيعة الحال الدولة مش وحدها لا تحل الأسماء السدعة القاضية هو دور مهم جدا والنهاردة صمعنا كلمات طيبة من السيد الرئيس ومن الذين يتحدثوا عن هذا الأمر وبالأمس بالصدفة طبعا كان فيه السيد الرئيس الوزراء دكتور مصافة مالبولي عرض الـ 32 شركة اللي هم مرشحين للطروحات في البرصة أو البيع لمستثمر استراتيجي كل دي خطوات بطول أن الدولة بتدعم الخطاع الخاص وبالتالي كلما كان هناك مصانع أكثر كلما دا كانت في فرحة للخواب المصري نمر اثنين من المهم أن نحن نواصل استعذيذ فكرة تسهيل كل الصبر للمستثمرين لكي يستثمروا وكي يوسعوا أعمالهم خصوصا في هذه الفترات الصعبة التي يطلبها العالم نعلم أن أسعار الفائدة مستفعة في عدد كبير من الدول العالم ومنها مصر دا بيضبط مشكلة بالنسبة للمستثمرين لأنه يتبط تكلفة الانتاج عالية خصوصا من أرتفاع أسعار الفائدة وبالتالي علينا أن نضمن تكامل الحلقات ما بين الحكومة والخطاع الخاص خصوصا للخطاع الخاص الذي يعمل في المشروعات ذاتة بعد القول التغذية التصنيع الزراعة إلى آخر هل ترى أستاذ عماد أن خطوة إنشاء مثل هذه المدن الغذائية الكبيرة ممكن أن تكون خطوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في السوق المصرية خصوصا لنكن واقعيين طبعا هي خطوة كل مشروع بقول الحضرة لو مشروع فيه شخص واحد مش مصنع فيه شخص واحد فما بالك لما يكون مشروع فيه مئات الألاث من العاملين بيقدم إنتاج 600 مليون واجبة في السنة فبالتالي هو خطوة مهمة لكن أنا بتكلم عندنا فرق في ما بين الصادرات والوالدات حوالي 40% وعندنا مشكلة في بعض السلع الأنش عندنا حوالي 50% عندنا في اللحوم حوالي 40% أو 50 حوالي 50 أو 60% وعندنا في السنة 60% أو 95% الحاجة يمكن اللي احنا مختفين فيها ذاتيا لحد ما هو السكر والأرس والسكر استولادنا جزء قليل جدا للسكر التمويل وبالتالي النهاردة العرض اللي هدمه الدكتور العلم سلحي يعني أقل السلعة فيه احتياطي ثلاث شهور نعم ففيه في السلعة توصل 6 ونص شهور وبعد فتأ موطم الحصاب مثلا فيما يتعلق وقاطة بالسكر ممكن تفتفع إلى آخر السنة هذه أمور طيبة ومطمئنة للناس نحن نحن نحتاج جهود كبيرة جدا حتى فتد الفجوة ما بين الصادرات والواردات وأذكر حضرت المشاهدين الدولة ترفع شعار الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وإنما نحقق هذا الرقم تنقود قد صددنا الفجوة إحنا عندنا فجوة بتوصل حوالي 40 إلى 45 مليار دولار خانويا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس جريدة الشروق شكرا جزيلا لك